طبعاً مدينة العالمين دلوقتي هي محور الأحداث في الفترة الحالية بنشوف كمان مسؤولين من كل الدول بيجوا للعالمين بنشوف رئيس الوزراء الحكومة كلها تقريباً بشكل شبه يومي وزير أو اتنين موجودين في مدينة العالمين الجديدة إمبارح كان في وزير العمل محمد جبران ووزيرة اتضامن الاجتماعي مايا مرسي ودكتور هلالسعيد مستشار رئيس الجمهورية وجوالات للمسؤولين باستمرار في مدينة العالمين الجديدة صحيح عندك يا محمد لأن إمبارح كان مش بس مدينة العالمين الخلابة والجميلة والفعليات اللي بتتم فيها لكن كمان رالي السيارات الكهربية والأكد فيه رئيس الوزراء دكتور مصفى مدبولي إمبارح لزيارته للمدينة مدينة العالمين لحضور ختام الموسم الخامس من هذه الفعالية رالي السيارات الكهربية أكد فيه رئيس الوزراء أنها بتعتبر مدينة ومثال حقيقي على قدرة المصريين على تحويل التحديات إلى إنجازات وأن تحويل العالمين من سحراء مليئة بالألغام إلى مدينة متطورة بيعتبر نموذج يحتزى به في التنمية الشاملة والابتكار في مصر طبعا تصريحات مهمة جدا قالها رئيس الوزراء وقال كمان أن إقامة رالي السيارات الكهربائية بيعكس تقدم اللي تحقق في بناء قدرات مهندسي السيارات الكهربائية من شباب كليات الهندسة وأنه فخور بإبداعات شباب مصر وأن دعم التصنيع المحلي وتعزيز الابتكار ضروري جدا عشان كده الحكومة بتركز على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات حقيقية وده اللي بياخدنا للحديث عن فكرة توطين وتعميق الصناعة في مصر السيارات الكهربائية هذه المرة هي أولوية للدولة المصرية واللي بتتماشى مع رؤية مصر 2030 خاصة أن الفعلية اللي شفناها مبارح كان فيها شباب يفرح من كل الجامعات ومن كليات الهندسة المختلفة واللي أكدوا بها فكرة العقول المصرية والقدرة على الابتكار والمواهب والقدرات المختلفة اللي نقدر أن احنا نعبر بيها لبلدنا لنهضة علمية حقيقية وفي النهاية أن الشباب المصري هم أساس لبناء مستقبل الوطن مرة تانية بنصبح على حضراتك ونقول لكم صباح الخير يا مصر